اشتركوا في القناة سؤال الاول سؤال الاول انا بذهب للمخبز مع مامتي نقط نشتري الخبز في الصباح يبقى انا هنا بذهب مع مامتي دائما عشان نشتري الخبز في الصباح يبقى انا بذهب ايه بذهب كل يوم كل يوم يعني ايه اولاد يعني ديلي تعالى واجلس على هذه الايه اربع اشخاص ممكن يجلسوا عليها يبقى طبعا دي صوفة يعني الكنبة او الاريكة انا شاهدت بابا احمد عايز اقول في طريقه للعمل هذا الصباح يبقى on his way home اوكي نمبر فور we do the same thing every day when we are on holiday بنعمل نفس الشيء كل يوم لما نكون في اجازة because my family like to have a not لانه اسرتي بتحب ان يكون عندها ايه عايز اقول بتحب ان يكون عندها روتين طبعا الاجابة هي روتين letter d نمبر 5 can you not my mother for me because my phone is not working ممكن ترسل رسالة نصية لممطي لان التليفون بتاعي مش بيشتغل عطلون يبقى can you text يرسل رسالة نصية يعني text نمبر 6 on a no-a day reem gets up goes to school and then helps her mother in her shop في اليوم الايه reem بتستيقظ وبعدين بتروح المدرسة وبعدين بتساعد مامتها في المحل بتاعها يبقى ده روتين يومي يبقى ده يومنا مزجي بالنسبة لها اقول عليه on a typical day number 7 hassan forgot to bring any food for the picnic حسن نيسي تماماً ان هو يحضر طعام من اجل النزهة اوكي اوكي but he can not our food ولكنه يستطيع ان هو ايه طعام بتاعنا عايزين نقول يتشارك معنا الطعام يبقى share our food اوكي number 8 i live in a city but my grandparents live in a small nought in the country انا بعيش في مدينة كبيرة ولكن جداي اللي هو جدي وجدتي live in a small a in the country بيعيشوا في ايه صغيرة؟ في الريف طبعاً بيعيشوا في قرية صغيرة يعني village number 9 the farmer doesn't need to not his goats in the summer as they can find their own food in the mountains هنا بيقول لي الفلاح لا يحتاج ان هو ايه الماعز بتوعه في الصيف علشان هم يستطيعوا ان هم يجدوا الطعام بتاعهم في الجبال يبقى هنا هو مش محتاج يطعمهم يبقى the farmer doesn't need to feed them feed معناها يطعم number 10 my uncle has a nought in his garden and he uses it to water his plants every evening عمي عنده ايه في الحديقة بتاعته وبيستخدمها علشان هنا to water يعني عشان يروي his plants نباتاته every morning أو every evening يعني كل مساء طبعاً عنده صنبور أو حنفية يعني tap number 11 a nought gives us light ايه اللي بيدينا الضوء طبعاً ده المصباح يعني lamp number 12 at night people sometimes close the nought which are next to their windows في المساء بالليل يعني الناس عادةً ما بيغلقوا ايه اللي بتكون بجوار الشبابيك بتاعتهم طبعاً بالليل بيقفلوا الستاير يعني curtains number 13 we wash our face in the nought بنخسل وشنا طبعاً فين in the basin يعني في الحود number 14 we put our clothes in the nought بنضع الملابس بتاعتنا فين طبعاً في الدولاب دولاب يعني ايه شباب يعني wear drop number 15 a nought has drawers where you can put your clothes ايه في drag حيث تستطيع ان انت تضع الملابس بتاعتك ده طبعاً chest of drawers اه اوكي number 16 you can see yourself in a nought ممكن تشوف نفسك في ايه طبعاً في المرآة يعني mirror number 17 people put nought on the floor الناس بتضع ايه على الارضيات طبعاً بيضعوا سجاد يعني carpets number 18 many people in the city live in a nought of flats ناس كتير في المدينة بيعيشوا في ايه عايز اقول في عمارة سكنية يعني block of flats number 19 my little brother is very nought اخويا الصغير ايه جداً he always wants to stay at home and watch tv دايماً عايز يخليه في المنزل stay at home يعني يبقى في المنزل watch tv تفرق على التلفزيون بهو كسول يعني ايه كسول يعني lazy number 20 we need a computer engineer to not our computer عايزين مهندس كمبيوتر عشان يعمل ايه في الكمبيوتر بتاعنا because it doesn't work لانه مش بيشتغل يعني عطلان يعني محتاجين مهندس يصلحوا يصلحوا يعني ايه يعني fix أو mend أو repair طبعاً عندي كلمة repair يعني يصلح هي الكلمة الصحيحة خلي بالك وعمل لي trick هنا كاتب لي mix الكلمة الصحيحة يصلح يعني ايه يعني fix mix دي غلط اوكي number 21 shady is deaf shady أصم مش بيسمع but he understand us because we use نقط ولكنه بيفهمنا علشان بنستخدم ايه طبعاً مع الصم او الناس اللي مش بتسمع بنستخدم لغة الإشارة يعني sign language number 22 it is usually easy to note with people in other countries if you speak English من السهل عادةً ان انت ايه مع ناس في بلاد أخرى لو كنت بتتكلم اللغة الإنجليزية طبعاً من السهل انك تتواصل معاهم يعني communicate خلي بالي ان communicate حرف الجر معاها معناها تتواصل مع number 23 on Saturday في يوم السبت I usually know a time with my cousins انا عادةً ما بقضي الوقت مع أولاد عمي but I usually spend time number 24 what time do you know at your homework after school what time هنا بتساوي when يعني متى do you نقاط your homework after school يعني متى بتعمل الواجب بتاعك بعد المدرسة كلنا طبعاً يا شباب عارفين ان your homework بيجي معاها الفعل do number 25 you can catch a plane from a or an نقاط تستطيع ان تركب او تلحق بطائرة فين بالزبط طبعاً كلنا بنركب الطائرة من المطار مطار يعني ايه airport number 27 when you invite a person to your house لما بتدعو شخص الى منزلك they are your نقاط هما بيكونوا ايه عايز اقول هما بيكونوا ضيوف يعني guests number 27 when you go on holiday لما بتكون في اجازة you can put your clothes in a نقاط ممكن تضع آآ سيابك في ايه طبعاً هنضعها في suitcase يعني حقيبة number 28 when two people get married عندما يتزوج شخصين they have a or an نقاط بيبقى بيقيموا ايه هنا have معناها بيقيموا طبعاً بيقيموا زفاف او حفل زفاف يعني wedding اوكي number 29 the skin of a zebra الجلد بتاع الحمر الوحشي is not is striped يعني مخطط number 30 if you are tired لو كنت تعبان why don't you not a rest لما لا تأخذ او تنال قسط من الراحة طبعاً عارفين have a rest بتساوي take a rest have صح ولو كانت في الاختيارات كانت هتبقى برضو صح number 31 a or an not prepares the food for people to eat مين الشخص اللي بيجهز طعام للناس لتأكله طبعاً ده street food seller يعني باقع الطعام في الشارع number 32 the person who helps to keep people safe in the streets is called a or an not شخص اللي بيساعد ان هو يحافظ على امان الناس في الشارع ده طبعاً الشورتي يعني police officer number 33 a or an not speaks to people on the phone he or she helps them with their problems مين الشخص اللي بيتحدث مع الناس على الفون he or she helps them with their problems يعني بيساعدهم في مشاكلهم طبعاً ده call center worker يعني عامل في مركز اتصالات number 34 the person who helps in a place which sells things is called a or an not الشخص اللي بيساعد في مكان لبيع الاشياء اسمه ايه اسمه عامل في محل يعني shop worker number 35 you call a or an not if there is a problem with your computer system بتتصل على مين لو كان عندك مشكلة في system بتاع الكمبيوتر بتاعك طبعاً مين اللي بيصلح الكمبيوتر ده computer engineer number 36 your father can not the car on this road it's very quiet باباك ممكن ايه السيارة في هذا الطريق عشان هدي جداً طبعاً ممكن يركن السيارة يعني park the car number 37 فاطمة is not so she cannot hear you فاطمة ايه علشان كده ما تقدرش تسمعك يبه هي دف يعني صمى number 38 don't sit on the نقط it's dirty لا تجلس على الايه انها متاسخة طبعاً اللي ينفع هنا هنا طبعاً عندي كلمة ground يعني 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 الارضية هي الوحيدة اللي تنفع في الاختيارات انه هو يجلس عليها number 39 number 39 please award يعني يعني عمبر او جنح number 41 this is a photo of my parents نقط هذه صورة لزواج والدية يبقى my parents wedding number 42 مين بيعلم الناس انه هم يلعبوا او يتحسنوا في رياضة طبعاً ده sports coach يعني المدرب الرياضي number 43 مين يستطيع انه كلمة look inside يعني يفحص the body يعني الجسم to help people who are ill علشان يساعد الناس المرضى طبعاً ده الجراح يعني surgeon number 44 the mountain was very high الجبل كان عالي جداً and we all felt نقط وكلنا شعرنا بالاي at the top في القمة because we thought we might fall لأننا ثوت يعني اعتقدنا we might fall يعني ربما نسقط او نقع من على قمة الجبل كلنا طبعاً يا شباب عارفين انه feel الفعل feel ومضي felt اللي معنا في الجملة هنا بيجي بعدهم صفة الصفة هي scared يعني خائف شعورنا بالخوف من ايه من اننا نقع من على قمة الجبل number 45 45 انوات does experiments to study and find out about how things work من هو الشخص اللي بيقوم بتجارب تستدي عشان يدرس find out يعني يكتشف بتسوي discover يا شباب about how things work يعني عن كيفية حدوث الأشياء طبعاً ده من ده العالم يعني scientist number 46 انوات helps people or animals that need help مين اللي بيساعد الناس او الحيوانات اللي محتاجة مساعدة في جمعية خيرية اوكي number 47 انوات helps people who are poor sick or don't have a home مين اللي بتساعد الناس الفقراء او المرضى او الذين ليس لديهم مأوى او ليس لديهم منزل طبعا دي الجمعية الخيرية يعني charity number 48 the area outside a city ايه هي المنطقة اللي خارج المدينة outside طبعا يعني خارج where there are farms and lots of nature حيث يوجد الكثير من المزارع والكثير من الطبيعة طبعا دي اسمها ايه اسمها الريف يعني countryside number 49 49 a terrible event حدث فضيع such as an earthquake is a noot زي الزلزال بيكون ايه بيكون كارثة طبيعية يعني natural disaster number 50 a noot is someone who works for no money to help people مين هو الشخص اللي بيشتغل بلا مقابل من غير ما ياخد فلوس علشان يساعد الناس طبعا ده volunteer يعني متطوع number 41 if you are noot of someone لو كنت ايه من شخص ما you feel pleased with them بتكون فخور بيهم this is because you think they are or have done something very good ده لانك بتعتقد ان هما عملوا شيء او هما نفسهم ناس كويسين جدا او عملوا شيء كويس جدا طبعا عندما تكون فخور بشخص ما يعني ايه proud of someone خلي بالي ان proud of بيجي بعدها ايه اولاد بيجي بعدها اسم او noun number 52 and something serious or dangerous that you need to do something about ايه هي الشيء اللي بيكون خطير وانت محتاج ان انت تتصرف بشأنه طبعا ده حالة الطوارئ يعني emergency number 53 this football has no air inside الكورة دي ما فيهاش هو i need a nukat to fill it محتاج ايه علشان املاها بالهوى محتاج bump يعني مضخة اوكي number 54 adam fill off his bike and has a big nukat on his arm ادم واعمل على العجلة بتاعته وعنده ايه كبير على دراعه عايزين نقول جرحة او قطع يبقى a number 55 lena's cousin ابن عم lena is in hospital في المستشفى with an eye nukat عنده ايه فعن عنده التهاب فعن يبقى eye infection number 56 you should nukat those tomato plants in the garden عايز اقول يجب عليك ان انت تزرع هذه النباتات الطماطم هذه في الحديقة you should plant number 57 dirty water from a river can not you if you drink it المية اللي مش نضيفة من النهر ممكن تعملك ايه لو شربتها طبعا ممكن تسبب لك عدوى يبقى can infect can بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى can infect you number 58 not the meat into small pieces before you cook it عايز اقول قطع اللحم القطع صغيرة قبل ما تطهوها او تطبخها يبقى cut the meat number 59 my grandmother was born in 1955 and my naut was born in 1930 بيقول لي جدتي تولدت سنة 1955 and my was born in 1930 وإيه اتولدت عام 1930 هل my mother طبعا لا اكيد جدتي اكبر منها my sister برضو لا my great grandmother اللي هي مامة جدتي ايوة ممكن جدا لانها اكبر منها وبعد كده my aunt عمتي او خلتي ما ينفعش لان هي برضو اصغر من جدتي بقى الاجابة صحيحة هي my great grandmother number 60 when you are older لما تكون اكبر في السن do you want to live in a city or the نقط لما تكون اكبر في السن كده لما تكبر عايز تعيش في المدينة ولا في الريف يعني country side number 61 you can only open this door in a or and not such as a fire ممكن تفتح الباب ده في حالة واحدة بس هي حالة ايه زي حالة الحريق ده يبقى في حالة الطوارئ يعني emergency number 62 the earthquake was the second in the city this year الزلزال كان تاني ايه في هذه المدينة هذا العام طبعا كعايز اقول انه كان تاني كارثة طبيعية يبقى number 63 i always give money to a or a that helps poor children دايما بتبرع بفلوس لإيه اللي بتساعد الاطفال طبعا اي حد بيدي فلوس بيديها الجامعات الخيرية يعني charity number 64 are you taller not at your brother هل انت اطول من اخوك طبعا بدام طولر فيها اي ار اعرف ان هنا مقارنة يبقى على طول هستخدم than t-h-a-n اللي هي letter b number 65 i don't think i not the answer to this question انا لا اعتقد ان انا اعرف الاجابة لهذا السؤال يبقى no بمعنى اعرف number 66 we went to my cousin's house this morning ذهبنا الى منزل ابن عمي هذا الصباح but nobody was نقط ولكن لا احد كان اي عايز اقول لا احد كان هناك يبقى nobody was there t-h-e-r-e number 67 وردة is good at math and she is good at english نقط وردة شطرة في الرياضيات وهي كمان شطرة في الانجليش عايز اقول ايضا في نهاية الجملة يبقى استخدم two number 68 i bought not a box yesterday عايز اقول انا اشتريت كتابين امس يبقى two box t-w-o number 69 athens is a great city and barthenon is not most famous building اثينا اللي هي عاصمة اليونان مكان او مدينة عظيمة and the barthenon يعني الbarthenon عايز اقول اشهر مكان خاص باثينة بتاعها يبقى it's a famous building number 70 you can watch a sports match in a or an نقط تستطيع ان تشاهد مبارا رياضية فين طبعا في الستيديوم يعني الاستاد number 71 a or an نقط can be an entrance to another place ايه هو الشيء اللي ممكن يكون مدخل لمكان اخر طبعا ده تعريف الart يعني 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 القوس 72 we usually pray at a or an نقط عادة ما بنصلي فين طبعا في المسجد يعني الموسك number 73 a or an نقط usually has very strong walls ايه اللي بيكون عادة لي جدران قوية جدا طبعا دي القلعة يعني castle 74 we can see a or an نقط in the museum في الميوزيوم بنشوف ايه بنشوف حكتين يا شباب ممكن يقول objects يعني معروضات او statues هنا موجود موجودة statue يعني تمثال 75 نقط are not a complete building ايه هي اللي مش مبنى كامل طبعا دي ruins يعني البقايا او الاثار 76 there are more than 2000 نقط in the museum يوجد اكثر من 2000 ايه في المتحف عايز اقول معروضات ب objects number 77 this chemical helps to keep نقط mosquitoes المادة الكميائية دي بتساعد ان هي تبعد او تخلي النموس بعيد او البعوض بعيد يبقى keep اوا يعني يبعد 78 the black and white around this window are beautiful الايه الاسود والابيض حوالين الشباك ده جميلة ايه طبعا اللي ممكن يكون حوالين الشباك binting يعني لوحة طبعا مفرد ما ينفعش اقول عليها r jewelry مجوهرات مش ممكن طبعا في مجوهرات حوالين الشباك designs تصميم تصميمات ايوة دي كلمة جمعة ممكن جدا تنفع تصميمات حوالين الشباك جميلة ومرور يعني مرآة مفرد برضو ما تنفعش number 79 these bells are made of نقط الاواني دي مصنوعة من ايه مصنوعة من الطمية أو السلصال يعني clay 80 bees and ants are important نقط النحل والنمل ايه مهمة طبعا حشرات مهمة يعني important insects 81 علي زانكل works for a big oil نقط in the united arab emirates عم علي بيشتغل في ايه للبترول كبيرة في الامارات العربية المتحدة طبعا دي ايه شركة بترول يعني oil company 82 I love going to نقط places such as museums and ancient ruins بحب اذهب لاماكن ايه مثل المتاحف والاثار القديمة يبقى طبعا دي اماكن ايه اماكن تاريخية يعني historic places number 83 don't play football here or you might not that car ما تلعبش كرة قدم هنا لربما تدمر هذه السيارة كرة تيجي في الازاز تكسروا يبقى damage damage يعني 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 يدمر 84 نقط it will rain tomorrow but i'm not sure بيقول لي ايه ربما عايز اقول ربما سوف تمطر غدا ولكن غير متأكد ربما يعني ايه يعني maybe maybe it will rain tomorrow ربما سوف تمطر غدا ولكن غير متأكد طبعا may ايه اللي عرفني بقى ان هي maybe حد كده شاطر يسألني هقولك maybe بعدها فعل في المصدر و might بيجي بعدها فعل في المصدر و think دي فعل تمام ماينفعش تيجي من غير فعل لكن ربما اللي هتيجي بعدها جملة كاملة هي maybe maybe it will rain tomorrow number 85 i help to look not my little sister when my parents are busy بساعد ان انا اعتني باختي الصغيرة لما يكون والدي مشغولين اعتني يعني ايه يعني look after number 86 the bin is full البسكت بتاع القمامة ممتلئ please can you take نقط the rubbish عايز اقول من فضلك ممكن تخرج القمامة دي لان البسكت بتاع القمامة امتلئت يبقى take out 87 heala always tied نقط the kitchen after she has cooked something heala دايما بترتب المطبخ وبتنظمه بعد ما تطبخ حاجة يبقى على طول ينظم او يرتب يعني tidy up number 88 my clothes were clean and dry ملابسي كانت نظيفة وكمان جافة so i put them all نقط علشان كده عملت فيهم يعني عايز اقول رتبتهم وضعتهم مكانهم يبقى put هيجي معيها حرف الجر away put away يعني يضع في مكانه number 89 they gave the fadbler a note test to check his health هم اجروا للاعب كرة القدم اختبار ايه علشان يفحصوا صحته عايز اقول اختبار عشوائي يعني random test number 90 we all remember my grandfather's note he always helped us when we were children كلنا بنتذكر ايه بتاعت جدنا كان بيساعدنا دائما عندما كنا صغار يبقى على طول دي طيبة جدي يبقى his kindness number 91 this book is not you should read it طبعا هو بيعمل ايه هنا recommend a book يعني بيوصي بكتاب كتاب ده ايه علشان كده يجب عليك انك تقرأه اكيد طبعا هيوصي بيه علشان الكتاب رائع يعني fantastic 92 adam knew everyone in the village adam كان يعرف كل انسان وكل شخص في القرية so he was surprised when a not walked into his shop علشان كده كان مندهش لما ايه دخل لما مين دخل للمحل بتاعه عايز اقول حد غريب يعني stranger number 93 the woman took out her not and paid for the new phone السيدة اخرجت ايه ودفعت للموبايل بتاعها الجديد طبعا اخرجت الحقيبة بتاعتها her purse يعني ايه عن الحقيبة او البوك بتاعها اللي حط فيه الفلوس 94 a noot has to fight fires in his job مين الشخص اللي بيجب عليه ان هو يقاوم الحريق في الوظيفة بتاعته طبعا ده fire fighter يعني المطافي 95 a noot has to work on a plane or at the airport مين هو الشخص اللي بيجب عليه ان هو يعمل على طائرة او في مطار طبعا ده الطيار يعني pilot 96 if you wanted to go driving لو عايز تعمل غوص you have to go to the noot لازم تروح ايه بقى لازم تروح البحر يبقى you have to go to the sea طبعا اكواريوم متحف الاحياء المائية زو حديقة الحيوان park يعني الحديقة العامة مفيش حاجة فيهم مناسبة غير البحر 97 نقط نقط have to work in the sea مين اللي مضطرين ان هم يشتغلوا في البحر طبعا دول البحارة يعني sailors 98 نقط catch fish مين اللي بيصطاد السمك طبعا الصياد يعني fisherman 99 please take your naut home don't leave it in the park لو سمحت خد ايه بتاعتك دي للبيت لا تتركها في الحديقة العامة خد طبعا القمامة بتاعتك يعني rubbish number hundred it was raining for days and then there was anaut so people used boat to leave their houses كان فيه مطر استمر الايام وبعد كده كان فيه ايه علشان كده الناس استخدموا القوارب علشان يغدروا المنازل بتاعتهم يبقى اكيد كان فيه فيضان والمية كانت مالية كل مكان يبقى there was aflod aflod يعني يعني فيضان 101 there are a lot of cars in the city يوجد سيارات كتيرة في المدينة so the naut is very bad علشان كده ايه يا ولاد يبقى التلوث يعني pollution سيء جدا number 102 there was no rain for four months this winter ما كانش فيه مطر لمدة اربع شهور هذا الشتاء so now there is a naut وعلشان كده في ايه يوجد ايه دلوقتي طيب مفيش مطر في مكان يبقى فيه جفاف يعني drought okay number 103 not many fish live in the river مش سمك كتير بيعيش فيه النهر because it's very 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 لانه ايه جدا عايز اقول النهر ملوث جدا عشان ما فيش سمك عشان كده ما فيش سمك بيعيش فيه يبقى polluted يعني ملوث 104 البرية اللي موجودة في الطبيعة number 100 and sex which of these is not an example of tourism مين في الاختيارات الجاية دي مش مثال للسياحة خلينا نقول كده مع بعض going on boat trips الزهاب فيه رحلات بالقارب going scuba diving ان احنا نعمل غوص visiting temples ان احنا نزور المعابد طبعا كلها لحد دلوقتي so far كلها example of tourism او learning math ان احنا نتعلم الرياضيات طبعا اللي مش من الحاجات السياحية او مش example للسياحة learning math يعني تعلم الرياضيات وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله هننزل فيديوهات تانية كتير على جميع الاسئلة اللي هتارت فيه الامتحان لو الفيديو عجبك والمحتوى مفيد بالنسبة لك ما تنساش لايك وتعليق ولو اول مرة تابعنا ما تنساش اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان تصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة